استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي وافق الأول من أكتوبر معربا عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي وحماية منظومة الحقوق والواجبات على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن مؤكدا في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون كما أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء التزام الدولة الراصخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المقدرة لتطوير منظومة القضاء وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين لسيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة فضلا عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات الشخصية والمهنية لأعضاء المنظومة القضائية المصرية من جانبه أعرب وزير العدل عن تقديره لاهتمام الرئيس السيسي بتطوير المنظومة القضائية من خلال حرصه على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها وأكد من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لالتزام الأصيل لجميع أعضاء ومؤسسات القضاء المصري ببدل أقصى الجهدي على طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون وفقا للدستور والقانون معربين عن تقديرهم للرئيس السيسي لحرصه الدائم على صون مكانة القضاء موسيقى